السلام عليكم لو انت دكتور بطري او طالب في كلية الطب البطري او حتى محب للحيوانات الاليفة او مربي للدواجن او الارانب او حتى اللرجي انيمل يبقى لازم تشترك في قناة محب الله ورسوله وكمان تشترك في قناة يوميات محمد وامنية لان انا وزوجي دكاترة بيتريين خبرة اكتر من 20 سنة في معظم مجالات الطب البطري وما زلنا اليومين دول مع طلاب الفرقة الاولى ولو لسه اول مرة تشوفنا فانت كده فاتك كتير اشترك بسرعة في القناتين وهتستفاد كتير جدا ان شاء الله وما نصحش اللي ناوي يبدأ مذاكرة اناتومي عملي انه يتابع من اول الفيديو ده لاننا كده تعمقنا شوي لازم تذاكر من الاول وعندك في القناتين العدم من اول الاسكابولة وصولا لفيديو النهاردة موجودين بالترتيب في قوايم التشغيل وصلنا للميتا كاربالبون فاكرين الصورة دي نهاية الدراع في الانسان ونهاية الفورلمب في الحصان وقلنا لازم نفهم وبعد الفهم كويس جدا جدا يبقى ييجي دور الحفظ ماينفعش اعتمد على مهاراتي في الحفظ وخلاص دي مواد طبية يبقى قعد اذاكر بتأني وتمتع بدراسة خلق ربنا سبحانه وتعالى نرجع للصورة المعبرة دي عرفنا اللي بيحصل بعد الكاربالبون عظام الرزغ في حالة الانسان كف الايد في الانسان بيظهر عندي خمس عضمات اسمهم الميتا كاربالبونز عظام المشت واحيانا نطلق على الميتا كاربال او الميتا ترسل اللي هي مقابلة لعظام مشت الايد ولكن في الارجل في الانسان وفي الارجل الخلفية للحصان نقول عليها كانون بون عظام المدفعة واخدنا الميتا كاربال دي في الحصان وقادي سورة الميتا كاربالبونز للحصان الصباع الاول غاب والخامس غاب والتالت اللي كبر جدا زي ما احنا شايفين والتاني والرابع اصبحوا في صورة مختزلة عظام صغيرة طب تعالوا نشوف ونكمل ايه اللي حصل في ايد الانسان وايه اللي حصل في الرجل الامامية للحصان ادي ايد الانسان بعد الخمسة ميتا كاربال ظهر خمسة بروكزمال فالانجيس والفالانجيس يعني السلميات وعرفنا بروكزمال اللي هي عكسها ديستل العلوي والسفلي او القريب والبعيد لكن في الهورس ظهر لنا بعد سيرد لونج ميتا كاربال وان بروكزمال فالانجيس او لونج باسترن بون وباسترن يطلق على رزغ الدابة يبقى في الانسان خمس سلميات في الحصان مكانهم فيه وان بروكزمال فالانجيس فقط طب بعد الخمسة بروكزمال فالانجيس في الانسان ايه اللي حصل ظهر عندنا اربعة انترميديات فالانجيس اربع سلميات وسطين طب في الحصان بعد الون بروكزمال فالانجيس ظهر لنا وان ميدل فالانجيس كده الصورة بدأت توضح لنا طب في الانسان بعد الاربعة انترميديات فالانجيس ظهر خمسة ديستال فالانجيس لكن في الحصان بعد الون انترميديات فالانجيس ظهر لنا وان دستال فالانجيس وده بيطلق عليه قفنبون عضمة التابوت لان العضمة دي بتبقى كلها نايمة جوة حافر الحصان عشان كده سموها قفنبون كده خلاص عرفنا كل عضم الفورلمب في الحصان ويفرق ايه عن الانسان لأ لسه في حاجة صغيرة شايفين العضمة الصغيرة دي لسه معرفناش ايه دي دي اسمها سيسامويتبون ودي عددهم خمسة في ايد الانسان لكن في الحصان عندنا تلاتة سيسامويتبون في الفورلم واسمهم سيسامويتبون نسبة للسيسم اللي هو السمسم عشان هي عظام صغيرة وكأنها حبات السمسم طبعا ده تعبير مجازي انها صغيرة لكن هي مش صغيرة قد حبات السمسم هي اكبر طبعا وما يهمناش نعرف الخمسة سيسامويتبون في كاف ايد الانسان متوزعين ازاي لكن يهمنا نعرف التلاتة سيسامويتبون في الحصان متوزعين ازاي موجود عندنا اتنين سيسامويتبون على البالمر سيرفس وقلنا بالمر بتستخدم بدل كودل في الرجل الامامية من بعد كاربالبون نقول بالمر ما نقولش كودل نسبة الى البالم راحة اليد ففي عندنا اتنين سيسامويتبون على البالمر سيرفس للديستال اند للارج ميتا كاربالبون وفي واحدة فقط وان ديستال سيسامويتبون على البالمر سيرفس برضو بين الميدل اند ديستال فالانجيس ودي بيطلق عليها نافيكولاربون عزمة زوراقية او شكل القارب فيديو النهاردة كان فقط توضيحي للفيديو اللي انا عايز اشرحه بكرا ان شاء الله لكن ما حبتش ادخل عليكم الدخلة اللي هي هناخد النهاردة البروكزيما الفالانجيس والميدل فالانجيس والديستال فالانجيس وسيسامويتبون فان شاء الله بكرا نكمل ولكن نكون فاهمين كويس احنا بندرس ايه وكالعادة بنزل فيديو على محب الله ورسوله وتاني فيديو بيكون على قناة يوميات محمد وامنية واللي لسه موصلش للينك قناتنا التانية هزيب لكم لينك القناة في التعليق المثبت وفي الديسكريبشن اتمنى لكم كلكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته